في سؤال حكم الدين في مقاطعة الجار اللي بيتكلم في الأعراض والله يشوفي من تحدث في الأعراض ينبغي فعلا علينا أن نقاطعه ولا نتعامل معه لكن المقاطعة لا تعني أنك تؤذين المقاطعة أنك تسلم وتقول له السلام عليكم وخلاص يعني وتسلم عليه وانت في حالك وهو في حاله لكن لا تتعامل معه كثيرا لأن المفروض الواحد يمسك لسانه وما يخدش فيه أعراض الناس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عرابي وقال له يا رسول الله من نجاه قل لي إن نجاه خصوصا في هذا العصر قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فالمفروض أننا من خدش في أعراض حد والشاعر يقول لنا يسلم يا أصون عرضي بمالي لا أدنسه لبارك الله بعد العرض في المالي لبارك الله بعد العرض في المالي أحتال للمال إن أودى فأجمعه وليس للعرض إن أودى محتار فما حدش كلم في أعراض الناس ولازم نمسك لساننا ولازم نتقل الله سبحانه وتعالى وكل كلمة بنقولها الملائكة تسجلها علينا بالصوت والصورة وتصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى فيمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب والله أعلم